أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وهيئة تنظيم الاتصالات تدشين خدمة رخص أبراج الاتصال عبر نظام بنايات وفي هذا الصدد أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تحويل خدمة إصدار رخصة أبراج الاتصالات إلكترونيا بنسبة 100% ساهم في تقليل عدد الجهات الحكومية المعنية بإصدار الرخصة من 10 إلى 7 جهات بدوره أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل شؤون البلديات أن هذا التدشين يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المملكة وبما يسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الترخيص وتحسين مستوى الخدمات المقدمة